اشتركوا في القناة وعلم أن الفارس والبلغ من العمر 47 سنة والمنحدر من بلدية مصر بولاية مستغنما والذي تم إسعافه وتحويله من العيادة المتعددة الخدمات ببلدية سيد محمد بن عودة صوب استعجلت مستشفى محمد بوظيفة من طرف عوان الحماية المدنية قد توفي فور وصوله للمستشفى وذلك نتيجة عرضه للإصابة والتي تسببت له في ألام في الصدر والإرهق عند إطلاقها النار من المندقية في أثناء استعراضات لها علامة جواده خلال حفل افتتاح الوعدة إن لله وإنا إليه راجعون